تتزايد معاناة المواطنين المستمرة في ظل الانهيار المتسارع للمنظومة الاقتصادية في البلاد جراء انخفاض قيمة سعر الريال اليمني المتفاوت بين محافظة وأخرى مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية شهدت الأسواق ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية والأساسية والملابس مع تزايد حجم الطلب المتزامن مع عيد الأضحى المبارك لا يختلف الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي مع تزايد عدد محلات الصرافة العشوائية غير الخاضعة للرقابة والمحاسبة وانتشار الأسواق السوداء نسبة وعمولة الحوالات المصرفية تتفاوت بين معظم المحافظات وقد تجاوزت نسبتها خمسين في المئة بحسب مصادر محلية في بلدين يعتمد أكثر سكانه الذين يتجاوزون ثلاثين مليون نسمة على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة هذا الارتفاع الجنوني للمواد رافقه ارتفاع مصاحب في سعر رغيف الخبز حيث وصل ثلاثين ريالاً بعد أن كان سعره قبيل سنوات الحرب خمسة ريالات فقط أما موظف القطاع العام وتلك أزمة أخرى فهم يحصلون كل ثلاثة أشهر على مبلغ لا يتجاوز خمسين دولاراً فيما يحصل موظف القطاع الخاص يومياً على دخل لا يتجاوز ثلاثة دولارات كانت الهشاشة صفة ملازمة للاقتصاد اليمني منذ مرحلة ما قبل الحرب أما الآن فيصف صندوق النقد الدولي أزمة البلاد الإنسانية والاقتصادية بالحادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر